اذا المشاهدة تبارك الله عليكم في هذا المباشر مباشرة من مدينة وجدة. اه تبارك الله عليكم في هذا السمر الليلي. اتمنى كل شي يكون مزيان. وكل شي بخير. ان شاء الله كما كنتعرفوا دائما في في اطار الجوالات اللي كنديروها على قناتكم. شوف تيفي اه كل شي كيكون بخير وعلى خير الحمد لله. الا انه الاجواء باردة جدا بالمدينة. يعني واحد درجة اللي ما تصوروهاش بزاف. كما كنقول احنا يا اه ساقيع يعني كاتبالك السماء الصافية. ولكن واحد ساقيع كيهبط من من السماء اللي استرحت الطوم وبيلات في الصباح كيصبحو يعني جامدين واحد درجة اللي ما تصوروهاش. الحمد لله الانسان راه في بدو ويرتو وراه عندو العائلة دياله وما كان شي ناس مساكن لمتشريدين اخوتي اخواتي. اول حاجة نطلب لكم انه تشرفونا بالمدن اه اللي اه حاضرين اه منها. المدن اه او الجهات او اه او الاقاليم. باش نبديو الحديث ديالنا ونبديو اه البت المباشر اه ديالنا في هات الصمر الليلي بطبيعة الحال يعني اللي دائما نعود لكم انه اه نحاولو نقربوكم شوية من الاجواء اللي كان هنا هنا في مدينة مدينة وجدة. اذا الناس مانشستر تبارك الله عليكم. تحيتي لكم جميعا. نتمنى كل شي يكون بخير وعلى خير بطبيعة الحال. هنا من عاصمة الشرق مدينة وجدة بطبيعة الحال. اه كما كنتشوفو. فهد فهد الادة البرد بززاف يعني بنا نبحثو احدى راسي وصراحة لان اليوم احدد شراسي. وينكراني كما نقولو احنا يا شددتني لا قريب. لا يستروسها في. نتمنى امور تكون زيانة. وبخير وعلى خير. كما كنتشوفو الاجواء يعني في المدينة اه باقي شوية ديال الحركة. الناس كتل تحقب المنازل ديالها في هات اللحظات هادو اه باش كما نقولو احنا يا تكون الامور اه بخير وعلى خير. اه كذلك كنشكرهم جهودات على الامن الوطني اللي دائما يعني في شوارع متع المدينة اه كي كي يحافظوا على الامن وكي يحافظوا يعني على 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 النظام. من الناس اللي كي خرقو اه كما نقولو احنا يا اه الامن بهذا المعنى هذا. الحمد لله يعني هذي كرامة عند الله سبحانه وتعالى. اه عندنا واحد الامن اللي دائما كتشوفوا الامور يعني اه مزيانة وبخير وعلى خير الحمد لله. اه اذا اخوتي اخواتي انتبنا تكونوا اه بخير وعلى خير. اليوم من مدينة سجلات اه سجلات اه يعني اه عشرين حالة. ما بقاش هذا كعدد الحالات اللي كنعرفوه دائما يعني وهذا كالهالاء والخوف اللي كان هنا في المدينة الحمد لله رجعت لأمور مزيانة. اه ذلك يعني كيرجع دائما للمجهودات ديال السلطات المحلية وديال الناس اللي اللي قايمين على على هذا الشي هذا. كانت شكرهم يعني كانت شكرهم اه بزاف بزاف. ما هذا المعنى. الحمد لله. كما كانت شوفوه يعني الناس كيلتحقوا بالمنازيل ديالهم. غدي جي واحد شوية غدي توصل مكان العشرة ليلا غدي لقاو شوارع فارغة. من اه المواطنين ومن السيارات. هذا اه يعني كما كان قولو احنا يا اه شي حاجة اللي اللي زوينا. اه الناس من ضابطة دائما. والناس اه كما كان قولو احنا يا يعني قايمة بالعمل ديالها وكذلك المجهودات ديال اه السلوطات. اه اذا اخوتي اخواتي اه اليوم كل نظرنا واحد شيها واحد المنطقة اللي 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 اسميتها سي سيدي حسين. ففي العمالة ديال 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 اه تاوريت بالضبط. اه صراحة يعني واحد البرد اللي قارس يعني ما تصوروش. يعني برد بزاف. هاد المعنى هادا. والناس تمام كرفسين بزاف ودزنة حتى مجيها نوعية عشراداش فين الناس عايشين في الخيام. يعني وعائلات ديالنا الناس يعني يساكنين في الخيام يعني الحرارة ما تتصوروش الخيمة يعني الحرارة لكات الزاء في البورو داعو تاني هذوك المناطق سيتون تعجيبان تعجرادة كيعرفوا يعني التسقطات تلجية اللي كبيرة بهذا المعنى هذا يعني صراحة نتمنوا أنهم مسؤولين يدروا مع ذوك الناس شي حل ولا أم ويساعدوهم يبنيوا منازل في هذوك البلايس اللي رأون فيهم يعني اللي في شي بلاسة يعتاولوا هذيك الأرض يستغل لها ولا أه وليد جهور تبارك الله عليك هو يعني اللي في شي بلاسات ما يعتاولوا يبني منزيل ولا يبنيوا منزيل ولا صراحة لأنه والناس مكرفسين بالله إلا أنا رمي دير إن شاء الله نوصل عند هذوك المناس نشوفهم وندير معهم روبرتاج لأنه لك شي كي وجعل قلب بمعنى الكلمة كي تشوف انتهي عاد من ناس بقيق سكنة في الخيام يعني رأى شي حاجة صعيبة بزاف بهذا المعنى شي حاجة اللي صعيبة الأقصى دراجة كتر كتر ما تصور يعني عندهم عائلات عندهم وليدات صغار مساكنة إلا كانت المرة حاملة وأنا ما عارفش كي كدرت باش توصل للمستشفاء أو المستوصف إنه مجموعة دي الأم والخوت إخواتي صراحة اللي كتوجع آآ 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 مقلب وهذا الشي هذا أول دائما اللي كان هدروع لي إحنا يا دابا كان شوفوا مجموعة دي المبادرات كان واحدة جمعية اللي كان التصلوبية اللي كان حيهم بزاف بهذا المنبر هذا آآ غريدير واحدة مبادرة ديال توزيع الملابس والأغذية والأغطية وآآ على هاد الناس هادول اللي في آآ في النواحين تعملوا على جهان تاع جرادة وحال هاد الناس الرحال ما كينيش غيفت جهان تاع جرادة كان في جهان تاع آآ كينسي مو حنا برقم عبنين طهار جهان تاع بعرفاه يعني معروفين وكين منهم اللي تاهمة كانوا رحال ولكن استقرووا بعد بعد ببعض الاماكين ودارو كما كان قلو احنا يوبناو منازيل وهدي واغلبية ديالهم ساكنين في الجهة انتع الغابة ديال تيولي بعدها في كانت المشكل ديال الطفلة اه الطفلة الهام مشكلة اللي توفات في هذيك الجهة اه يعني هذيك الطفلة اللي بقت فينا كاملين اللي لحد الان اه بقيم تبع القاضية ديالها ما زال ما 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 تشدش اه القاتل اللي نطلبو له صراحة يعني العقاب كبير تخيلوا انتم طفلة تخطفت شي قريبة عشرين يوم وهي اه يعني اه غابرة ما كايناش الولدين ديالها كيقلبوا عليها اه في الغابة في كل شي وعلى ما قالوا ان الطفلية الطفلة يعني اه زوهريا زوهريا وذجا كانوا كيجي عندهم يعني الناس اللي كانوا يجي عندهم ديال الناس اللي كي يديروا هاته هاتشين تع السحر و الشعوا ده ومجموعة ديال الامور وذجا كان يجي عندهم واحد لفقه وكان وشي ناس اللي كي يجوهم تم مجي هادية لهم اللي كي يقول لك حنا يكن قلبوا على المعادن على المعدن وهما ما كيقلبوش على المعدن يعني هذوك الناس الله يستر كي يقلبوا على الكنوز بهذا المعنى هذا والله علموا الشكل يوقع في هذه الغابة هذيك يعني هما الناس ديشار معرفين هذو كل ساكنين تم مكيت تخلوق غاي كي يصيدوا كي يصيدوا الارنب يصيدوا الحجل كي ينتمار الطير كي يعني محمية واخها يعني وهذاك هو اللي يعني لاخر ديالهم وبعد المرات كيد دخلوا مع السيادة هما اللي كي يقضيوا السيادة الا انهم بين يعني عشية وضوحاها اخطروا واحدة البنت كانت تلعب حدا الدار ما لقاوهاش من هذو المعنى يعني ما لقاوهاش عيوب كي يقلبوش جاءت السلطات المحلية تما جاءوا ليجوندارم بالكلاب جاءوا يعني الدعوة اه هيلوكوبتر تاع الزادارمية اه يعني قد قد دورته هي تما يعني مجموعة ديال 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 الامور وفالاخر يعني ما كانتها شي حاجة يعني مجموعة ديال المنابر اعلامية نزلت تما كانت واحد تغطية كبيرة ولكن للاسف في الاخر نالقاوها القاوها مقتولة وغير في الغابة ومشكلة لقاح هذوك الجواية يعني اه كما كان نقول احنا هي كانوا ضيجة كي يقلبوا فيها. انا اللي حرلي الامر علاش يعني بالضبط وكي القاوها القاوها اه مقتولة وكدلك اه يعني اه باقية يعني الجوت تاعات جديدة. واش تقتلات يعني بايام معدودة. ومحيت هذيك البلاصة باردة يعني جدا متعفناتش. ولا انا كيمشينا لتما ما خلاوناش حنا نشوفوها. مسكينة كانت طايحة على على الوجه ديالها. وصراحة يعني هذك الشي كي 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 يوجع القلب الزاف. يعني الطيفلة عندها عام وصبع شعور. كت تقتل بهذيك الطريقة. لوليدها ديالها مسكينة كد قد قد قل. كنت قد قل لهم ودي انا يا بغيت بنتي. غيجي بولي بنتي. بغيت كانت مقتولة. ولا حية. موهم الى كانت حية نفرح بيها. وإلا كانت مقتولة اه ندفنها ويبرد خاطري. يعني شوفو الطراجة ديال يعني ديال 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 المعنى هذي. من صراحة تلني بقات فينا هذيك الام وبقات فينا هذيك العائلة ويبقى فينا جدها وكل شي يعني ينفقوسين يعنيها وكي يقلبوا ما فقدوش الامال. ولكن في الاخير. مقاوها مسكينة ميتة. غي واحد السيد ملافا ميديا لهم. مشا كي يرعى الغانة بحيث هذيك الناس ما كما كتعرفو يعني آآ نستع البادية عندهم الغنم عندهم البقار عندهم آآ المعيز. مشا بتما لقها مقتولة مشا علم. علم شدها عاي طول الجدارمية عاي طول السلطات. جاو تم ما يعني بشيسوها بها المعنى هذة. آآ احنا يعني وجعنا قلبنا ولكن هما يعني تهننا وانه آآ يشدوا القاتل لانه اللي حت الساعة باقين ما زال ما شدوش اللي اللي قتلها. باقية تحقيقات يعني جارية. آآ احنا يما باقي شوف تيفي متبعة. يعني القضية. حتى يشدوا ان شاء الله القاتل. وانا كل مرة كان عيت تما للسلطات وكان عيت لهم. وراني دان ان شاء الله هاد المرة هذين وصل عندهم تما عند الاهل ديل طفلة يرهم. اللي صراحة اللي اللي شفنا مجموعة ديل ديل الضحايا بحالها بحال الطفل عدنان اللي تحكم عليه آآ القاتل تحكم عليه بالاعدام. هادي واحد يومين ولا ثلث ايام. آآ صراحة انا فرحنا لانه العدالة اخذت نمجرة ديالها وغدي يعني ان شاء الله يكون في الجنة وان شاء الله يعني يبرد خاطر للمغاربة كاملين عليه. في انتظار في انتظار نشدو يشدو القتل ديال طفلة الهام اللي لحد الساعة بقي اللغز ديال الاختطاف ديالها وديال الوفد ديالها يعني صراحة انا كي ديرونجيني. بعد مرة كنقول انا يقدر كون غيشي واحد مغيم تمام هذك الدوار يقدر اللي انه صراحة هذيك المكان اللي اللي لقاوها مقتولة فيه. يعني غيح دا اللي بعيد عن المزيل بواحد كيلومتر ولا ثلاثة كيلومتر. يعني مشي بزاف وسط الغابة. يعني هدا اللي خطفها كنخطفها غيما هذيك المنطقة. يعني ما يمكنش غدي. هدا هدا اللي خطفها و اللي قتلها. كي يعرف هذيك الجيها مزيان. ويعرف هذيك العائلة مزيان. وعارف شنو كاين. يعني ما يمكنش الطيفلات خطفات ما هذيك الجيها. ولقاوها مقتولة في هذيك الجيها. هنا علامات السيفام اللي كبيرة. شراحة. يعني ان الاحد الساعة باقي كان. كان نفكر. تكون هاد الوحش الادامي اللي يعطاه خاطره يقتل طفلة عندها عام وسبعة شهور. ما تقدر لدها على رأسها وبسكينة طولة هدرها ما تقدرش تحضر. يلا تكون هاد الوحش الادامي اللي اه قتل طفلة عندها عام وسبعة شهور الله يسترق. وحرق يعني القلب ديال الوالدين اه اه ديالها وحرق اه القلوب ديالنا احنا كاملين يعني بغاربة. كان تبنى انه القاتل يتشد. ويتحكم يعني في اقرب وقت. وتكون اقصى العقوبة. بهذا المعنى هال. نبغينا اقصى العقوبة. إذا قلنا اقصى العقوبة يعني. الاخراء تكون واحدة. كل اعدام. ولا الرجم ساحة عمومية حتى الموت. لانه هادا اللي يقتل وحدة عندها سبعة شهور. رخصوا تدبيحوا. رخصوا قبل قبل ما يقتلوه. يعدوه. يعدب عاجي تقتل. مش غدي عمتك خاطر تقتل واحد دفلة عندها عمو سبعة شهور صحات صراحة واحد الحاجة اللي بيه زار بزاف والله. هادا اما ما ريد نفسي ولا كانت الامور ديال الدنياوية ديال جل مال والكنوز والفلوس انه تخلي الانسان يقتل واحد. على هاد الشي. صراحة ما بقى لضمير ما بقى لقالادين ما بقى هذا الشيطان. هذا دير العهد مع الشيطان. انا كنا عارفوا هذه الصحارة. معنى مش الرحمة. كيديروا عهد مع الشيطان يعني الشيطان كيفتع لهم. شنو كيديرو. نضايستر. الشيطان كيقول له خصك تجيب طفلا عند هكذا وهدي وزورية خصك تتبحها وخصك. وهو كيعملوا الفلوس عينيه. بحيط ساحل. هاد المعنى هادا. وكيمشي يعني بكل برودة. بحال هاداك اللي قتل الطفل عندنا. يعني هاداك بكل برودة يعني ما. يختاص بالطفل ها واحدة. وتاني حاجة. يقتله. وتخيلوا انتم ما اخوتي واحد اللي يعطيه خاطره انه يختاص بالطفل ويقتله. هاد الانسان هادا شنو غالي تقولوا علي هيتو. ويمكن انا اجتني وحش وما يدير هاشلي انه وحش. اه يمكن الى قتل شي واحد ولا يقدر دفاعا عن النفس. ولا شي حاجة. ولكن باش غادي وحش. يعني انه وحش ما كما كنقولو احنا يا. كيحن فيهم. اه لام. واخات كل حيوان ولا شي حاجة كتحنف ولادها كترد دحهم كتقلب عليهم اللي هاملو لها. درجة انه كيبلك انها كتبكي عليهم. يعني حتى هذيك الصفة باش نوصفوها. يعني صراحة نرى شي حاجة اللي صعيبة بزاف. والله ما واش مرضى نفسانيين واش ما عاربتش. ومشكلكي كي يديوه. بحال هذيك القاتل اللي دي للطفل عدنات. تخيلوا انتم ما اخوتش ما. قد نهضر انا واحد صديق ديالي. بكتلو ما انا حالي الامر في هاد السيد. هاد السيد هذا. اغمية عليه. نهار لموحاكمه. اغمية عليه. يعني اه طاح سخف كيسمع بالله انه غد يحكموا عليه حكم ديالي. طاح سخف. بكتلو ما انا علاش نهار جاي يقتص به هذك الطفل. وكي كيكتلو دبحو ولا شيفونا. اش ندلو. علاش ما طاحش. تسخف. يلا. في كان العقل ديالو. ما فهمتش انا ما 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 تفهمتش حاجة. واش هاد النس مرضى نفسانيين. واش اه والله ما اقسموا بالله العالي العظيم الى بعد مرات كي كتلقى انت الانسان كيمشي كي يقتصب الطفل بدون دوافع. شنو دلك هالطفل هذا? واش اعباد الله ما كانش ننسا? واش اعباد الله? اليوم الزينة والفساد هو اللي ارجع اسهل شيء. اسهل حاجات قدرت ديرها فاد الوقت هذا هو انه هو تمشي تمارس الجنس. ما فهمتش انا يعني لانسان كتبشي تتصب واحد 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 الطفل تمارس عليه الجنس. وكتكمل الممارسة الجنسية وكتكملو. وكتكملو وكتبشي تتفنو. بيدون الرحمة ولا شفقة ولا ضمير. واش ما عندهمش الانسانية? واش ما كيخافوش من الله? واش? انا كنظل انهم كافراء كافراء بالله ما كيامنوش بالله وفيهم الحنانة. ما كيامنوش بالله مش يمسلمين قاع. عندهم ديانة اخرى كيعبد البقرة ولا يعبد سرق الزيت ولا يعبد النملا. وعندو الحنانة في الاطفال وفي الاولاد وفي الداري الصغار. ما يقدرش يقتل هم ما يقدر شي. ما فهمتش. ما فهمتش هادو الطينا ديالهم منين? واش هادو ساياطين? واش ماشي باشار? واش جاي ينمشي كوكب خور? واش? واش ما ما فهمت كيفاش? واش عارفو احنا المار هادك المجنون ولا ما كي يجي كيضرب واحد ولا كيخشيف هموس في الزنقاء ولا مجنون. ما اراد نفسي. ولكن هادا ماشي مارد نفسي انا كنظر نحنا. ماشي مارد نفسي. لان الانسان اللي كيستدرج واحد بواحد طريقة داكية. وكيخططلو. وكيديه. وكيغتصبو بالقوة. وكيقتلو. وكيمشي يدفنو. اه دارا بعقله. ماشي الهبيل. الله هي ما احمق? واحد اللي احمق انا نعرف كتكون دايز في السلقاء كتتضربك بحجرة ولا يقدري يتضربك بلوح احدا الناس ولا الهبيل احمق? ولا كيخرج يحيح في شي حومة ولا كي يجري على شي جماعة ولا احمق. صافي كان قولو هادا احمق. باينة باللي احمق. ولكن الانسان الانسان اللي كييجي. وكيخطط. وقال لك بلي انه. كان يمشي الريستوران تعبين عندنا. وكيتبت هاداك الوليد. وكيمشي اكلتما يعني بحالي كيعرفو. وجاء عندو. وده معاه. واخده معاه. وكيسال اللي اقتصاب. وكي قتلو. وكي قتلو. ودفنو. ودفنو بحالي ما دروالو. اخوتي هادا ماشي مرض نفسي. هادا ماشي الحليمي فاس خوية الحليمي اه ديل فيسبوك دالي طارق الرعد بالعربية وصفت لي بيساج في الخاص. مرحبا اخو اي ربحت اشي حاجة ولا اشي مشكلة ولا. اذا قلت لكم يعني واحد يعني هادا انا جاتليها بحقله. جريمة اقتصاب. تسطر على الجريمة. دفن الجوتة. اه. والسيدة عند الشرطة كيعطار فكيحكي له اون ضيطاي شنو دارين. يعني كيعطار فكيف تخر. يعني عادي نورمال. ما ما عندوش مشكلة. يعني عادية. هادا عادي اللي كيخطط في الاطفال الزهريين. مثلا النعيمة في زاقوراء. او الهام. هادا خططوا داروا. وش عباد الله اللي بيخطط. عندو العقل يفكر. ما عندوش العقل يفكر. انا كنشوفها هكو ما نعرف. لا نتحججوه بالامراض النفسية. انا عارف اللي مريد ومجنون هو اللي يقتل في الطريق ولا احدا الناس ولا يضرب بالحجر ولا هدا ولي مجنون. هدا ما اخان قلو مجنون. ولكن واحد بعقلو. كيخي يعرف يخططو يعرف يقتلو يعرف يدبح. والسيد نار محاكا ما كيحكمو عني بالاعدام طاح سخف. شوف التناقود كيدا يا ري. واخوي علش ما سخفت شه نهار كيجت تقتاصبو? علش ما سخفت شه اخوي نهار كيكتلتو? علش ما سخفت شه اخوي نهار كيجت تفنو? والله غريب امركم. بحال هادو خاصهم والله الى الى مش يغي الاعدام. خاصهم يتحرقو حيين. ويطفوهم. ويقولي وعاوتين يحرقوهم. ويطفوهم. ويرجعو يحرقوهم. وحتى الثالة اللي تبقى في شوية الروح يبقى يرجف حال هكا وجيبوا الناس يرجموها. وكي يرجموها تبقى في شوية شوية الروح يتلقوا عليه الناس بالمقدات والمقدمة يقطعوها. انا هاد شي اللي كي يبقى. جريمة في حق الانسان يا عباد الله. طفل تعد على طفل تختصبوه وتكتلوه. هناك جموعة ديال 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 الروح. ما احتادك والله احتادك وحش. احتادك وحوش. طوش يا عطيني مكنتا شيطان ما شيطان باريء منتصل لنفات ديالكم. احنا كنديروها قدرصنا يقولك ساعة الشيطان. اخوي انتا لشيطان. الشيطان رح باريء منك. يعني اخوتي اخواتي هناك مجموعة ديال الامور صراحة اللي كتمرد. والله والله والله. ستوا هات السنوات الاخيرة. الفتحات مجموعة ديال الامور ديال اللي اقتصاب وديال القتل وديال اللي كانت في الخبية وليه في زراتها شوف تيفي. جموعة ديال الامور. بلد لاسلام ومسلمين وانسان كيدير شي حوائيش اللي ما فهمتش انا يا معا. كانت في شي تقتاصب تمارس الجينس على الطيفل. او الطفلة. شفنا شويوخ كبار. قتاصبوا احفاد ديالهم مش فينا ادرك حتى المحيط ديالنا العائلة ديالنا ودهين بولي رجعنا ما نديروش فيهم تيق. نخليهم معاهم ولادنا ولا شي حاجة بحالة. انا بعدها كيقرب لي شي واحد لولادي ولا شي حاجة. نبقى نشوف فيه. صافي. ولا ولا تقع النس بلي بحال بحال. من هذا الشي اللي اللي كي وقع. صافي. وكان ضل نوصك. عندكم هادي هادي. انسان صوح ذي وليداته. وكان شوف شي وليداته. نغير صغيرين في الزنخة كي يلعبو. والامة هات ديالهم في في الديور قعم مسوقيش. وحده الطيب العشاء وحده الطيب الغداء وحده. كما هاد المرة هادي واحد واحد السيدة. خلت ما رأى في كي صرحة تخلت الوليدات ديالها. دار كانت درغي في الباب. آآ ولي صغير ور بقى يلعب مسكيم البريكاست تحرق كامل. رها دار تبوم كنا صورناها قعف شوف تيفي. يعني صراحة بعض المرات الاباء يتحملون مسئولية في هذه الاشياء التي تقع. يعني الاباء كي تحملوا مسئولية في هات الشي هادة. نيسان يحضي ولدات وما تخليش ما نخليش ولدي ولا ابنتي يلعب زلقاء ولا واحده وصلت له صغار. رأى كان شباب اللي كبار وقتطفوا. رأى ما شي عادة يعني درالي صغار ولا. بسيتو قدرت كترت هات القضية متع الزهريين متع متع الشعوادة ومتع مشعويدين. اكترت بزاف. تبناوا انه اه السلطة الامنية تعمل بحزن. مع هات الناس اللي كيدروا بحاذ المبارسات. سي خاليد. ابراهيم انت بارك الله عليك هو يا خاليد. اللي كيدروا بحاذ المبارسات. صراحة بايش يتحاسبوا يعني اه اخصى العقوبة. اذا اخوتي اخواتي كنتم معنا في الجولة الدردشة الليليات. بارك الله عليكم حتى اللي نعودها ان شاء الله في البرنامج دياننا الليلي.